طيب خلينا نتكلم شوي عن نادي الزمالك واخبار كده سريعة من نادي الزمالك يمكن كارتيرون كان ليه تصريحات انه رغم الهزيمة من وادي دجلة ولكن هو سعيد بالاداء وسعيد بتجربة مجموعة من اللاعبين هو اتكلم وقال في حوار مع موقع الزمالك الرسمي انه اخطأ امام الاسماعيلي وقال ان الظروف الزمالك صعبة جدا 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 وقال انه طرده امام الاسماعيلي ما كانش مضبوط ولكن هو اخطأ لما نزل الملعب قال الامر مش هيتقرر ولكن احنا بنعمل ده لانا فيه ظلم تحكيمي بنتعرب لي يا كارتيرون بلاش الكلام عن التحكيم ابوس ايدك ظلم تحكيمي ايه ده احنا الارقام بتتكلم ماشي قال حزين مما يقال عن رحيلي لان انا مش بحب رحيل عن نادي الزمالك وانا مكمل في نادي الزمالك وببزل قصارى جهدي مع اللاعبين وكلام كبير جدا 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 على موم الزمالك بيستعد المباراة اسوان يوم الخميس القادم في الجولة 26 شكبالة تدخش التدريبات شوية بشوية لعبي نادي الزمالك جاهزة وان كانت بعض الغيابات والاصابات اكيد هتأثر ولكن مباراة اسوان يعني بالنسبة لنادي الزمالك هي عنق زجاجة لان عودة بعد فترة التوقف فيها والزمالك عنده تخوف لفقدان نقاط تاني الفترة الجاية وده امر شوية صعب من المهمة اه برضو اه عندي يعني اه بالمناسبة هتكلم باك وبرضو اه خلاص الزمالك قرر بشكل رسمي قطع التعامل مع مهند عون وكيل فرجاني ساسي خلاص خلينا نافل بقى موضوع فرجاني ساسي ده هو بيعمل برنامج تأييلي واحتمالي روح الدوحيل القطري او امر تاني يعني في الاخر في الاخر ده امر يعني له علاقة بنادي الزمالك وفي الاخر زي ما انا قلت لكم الزمالك كبير والزمالك اكبر من قيمة النادي الاهلي الزمالك اكبر من قيمة مش النادي الاهلي عشان اسم تفهمش غلطا الزمالك قيمته كبيرة اكبر من اي لاعب يجب على نادي الزمالك مش عايز اقول برضو انه ياخد من اللي النادي الاهلي بيعمله علشان الناس ما تفهمش ان انا بقارن تاني وعيد شوفوا الاهلي بيتعامل مع النجوم ازاي وشوفوا الزمالك بيتعامل مع النجوم ازاي فالزمالك قيمته كبيرة اكبر من اي لاعب والاهلي قيمته كبيرة اكبر من اي لاعب ومش عايز كل مرة اعقد هذه المقارنة شوفوا النادي الاهلي كان موقفوا ايه في التعامل مع فتحي ولا شريف كرامي ولا رمضان صبحي ولا 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 محصام عشوب دول أسامة كبيرة وتعامل الزمالك في أزمته مع فرجاني ساسي هذا الأمر يبين قيمة التعامل في النجوم أستاذ صفاء أستاذ صفاء عرفة بطول الأكبر فريق مستفاد من التحكيم الزمالك وجدت نظر وبالأرقام بتقول كده ضربات الجزاء بتقول كده ولكن أزمة فرجاني ساسي بينت ازاي التعامل مع النجوم في النادي الآن شاطر لو فيه إدارة وعية ما كانش ضايحة وفي الآخر الزمالك أكبر من أي لاعب فرجاني ساسي يمشي الزمالك يجيب غيره هو الزمالك ما كانش بيلعب قراب لفرجاني ساسي يعني لا طبعا بس فنتمنى ان شاء الله التوفيق في الفترة القادمة بإذن الله والأمور تكون يعني على ما يرام بالنسبة لكل اللعيبة طبعا كان فيه جلسة جامعة ما بين سفير الإمارات الدكتور حمد الشامسي سفير دورة الإمارات والمندوب الدام في الجامعة الدول العربية وحرص على تكريم عدد من لعيب الأهلي والزمالك كان موجود من نادي الأهلي أفشا ويسر إبراهيم وكان موجود عيمام أشرف كان موجود في الزمالك شيكبالة وكان موجود محمد عبد الشافي وزيزو فيعني كان موجود العديد من اللعيبة هي جلسة غير رسمية يعني نادي الأهلي والزمالك ما لهمش علاقة هو الراجل بحكم قربه من بعض اللعيبة دعا اللعيبة والتقوا كانت جلسة مع سفير الإمارات في إطار ترسيق التسامح ما بين الشعوب زي ما السفارة أعلنت وزي ما بيان دولة سفارة الإمارات أعلنت أيضا برضو خلص العزاء في وفاة شقيقة اللواء أحمد سليمان عضو مجلس دارة الزمالك الأسبق والمرشح على الرئاسة فنتمنى إن شاء الله لها الرحمة فلو باتير بيشجع لها الماشي البقاء لله عايز أكلم معكم في أخبار كتيرة ولكن مش عايز أطول مع حضراتكم يعني لكن في النهاية من ضمن الأخبار العجباني بصراحة يعني محمد شريف منزل صورة مع أيمن أشر فقال هو دات ساعتاشر ولدنا أفشا مع محمد أفشا يعني محمد شريف أفشا هو دات ساعتاشر ولدنا أفشا يعني في كل حال من الأحوال الزمالك بيستعد للقاء أسوان يوم الخميس القادم وله لي التلات مسافر بإذن الله لمباراة الترجل التونسي بعثة بإذن الله تكون موفقة وترجع بإذن الله بفوز في رابس علشان النادي الأهلي يستكمل مشواره في البطولة الأفريقية مباراة سبت القادم مباراة سبت اللي بعده فنتمنى نريلالي التوفيق والوصول للمباراة النهائية ولكل حدث حديث بإذن الله